هذا وأعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا عن موافقة أعضاء لجنة التطعيمات بمملكة البحرين على إتاحة الجرعة المنشطة الثانية اختياريا للراغبين من الفئة العمرية البالغة من العمر 60 عاما فما فوق إضافة إلى العاملين في الصفوف الأمامية تواصل مملكة البحرين جهودها في التعامل مع مختلف مسارات فيروس كورونا ضمن الحملة الوطنية للتطعيم وفق الخطط الموضوعة بما يسهم في حفظ صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين المقدم طبيب منافل كحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري أضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أكد أن التطعيم المضاد لفيروس كورونا أثبت فعليته في تقليل حدوث المضاعفات للحالات القائمة وبالتالي خفض نسب الدخول للمستشفيات والعناية المركزة وتقليل معدل الوفيات موضحا أن الأحصائيات المحلية بينت تسجيل مائة ألف حالة قائمة للفيروس المتحور أوميكرون منذ يناير عام 2022 وبلغ عدد الوفيات منهم أربع عشرة حالة فقط في حين تم تسجيل 787 حالة وفاة مع ظهور المتحور دلتا في العام الماضي وذلك من مجموع مائة واثنتي عشرة ألف حالة قائمة للفيروس أنذاك ما يؤكد نجاح الحملة الوطنية للتطعيم في تحقيق أهدافها برفع الاستجابة المناعية لكافة الفئات العمرية التي بادرت بأخذ التطعيم بجرعته والجرعة المنشطة منه واستمرارا لجهود كبح تفشي فيروس كورونا وتحوراته المختلفة وفقا أعضاء لجنة التطعيمات بمملكة البحرين على إتاحة الجرعة المنشطة الثانية اختياريا للراقبين من الفئة العمرية البالغة ستين عاما فما فوق إضافة إلى العاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية حيث يمكن للراقبين من هذه الفئة من المتطاعمين أخذوا أي نوع تطعيم متاح كجرعة منشطة ثانية وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر من أخذ الجرعة المنشطة الأولى كما أن الشعار باللون الأخضر لن يتقير للأصفر في تطبيق مجتمع واعي في حال عدم أخذ هذه الفئة للجرعة المنشطة ويبقى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضرورة ملحة في الوقت الراهن لتقليل عداد الحالات القائمة والحفاظ على ما تحقق من نجاحات في مكافحة الجائحة العالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر